بالكهرباء واحد فيز وسري فيز الواحد فيز اللي هو فردة حي وفردة ميتة فبتقال واحد فيز واحد فيز عبارة عن سلكين احدهما يعطي متين وعشرين فولت والاخر يعطي صفر فولت يعني انا عندي سلكين واحد مديني كهرباء حي والتاني مديني صفر ما فوجهش كهرباء تمام الكهرباء يعطي متين وعشرين فولت والنيوترال يعطي صفر فولت لذلك نقول على هذا المصدر واحد فيز ده بالنسبة المتين وعشرين طيب ايه هو السري فيز او التلتمية وتمانين هنتعرف على السري فيز سري فيز عبارة عن ثلاث اسلاك حية الار والاس والتي الجهد بين كل طرفين معا يساوي تلتمية وتمانين فولت فرق الجهد بين الار والاس يساوي تلتمية وتمانين وبين الاس والتي يساوي تلتمية وتمانين وبين الار والتي يساوي تلتمية وتمانين والجهد بين اي طرف الار الاس والتي والنيوترال تلتمية وتمانين يعني ايه الكلام ده انا عندي 3 فرد كهرباء وفردة نيوترال يعني انا عندي 3 فرد فيهم كهرباء احنا قلنا هنا الواحد فز او الكهرباء الـ 220 عندي فردة حية وفردة ميتة طيب 380 او اقصد 3 فاز 3 فاز عندي 3 فرد كهرباء الثلاثة فيهم كهرباء تمام كده وواحد النيوترال طيب لو انا است الفردتين الار والاس مع بعض هيدوني 380 ولو است الاس مع التي هيدوني 380 ولو است الار مع التي هيديني 380 تمام كده لو است بقى التي مع فردة النيوترال هتديني 220 فولت ولو است الاس مع النيوترال هتديني 220 فولت ولو است الار مع النيوترال هيديني 220 فولت الكلام كده واضح وسهل سهل جدا الموضوع بسيط تمام؟ يبقى انا عندي الفرق بين السنجل فيز والسري فيز ان السنجل فيز هي فردة واحدة عندي هي الحية والفردة التانية ميتة السري فيز عندي 3 فرد فيهم كهرباء وفردة واحدة هي المصنع ده محتاج 3 فاز تمام زي ما قلنا عشان فيه محركات طيب انا هدخل للمصنع ده كهرباء ازاي وايه خطتي اللي انا هعملها عشان خاطر هدخل للمصنع ده كهرباء طيب اولا كده انت كصناعي جاي تشتغل في المكان انا هقول لك الفكرة ولكن المفروض ان دي مش بتاعتك النقطة دي مش بتاعتك طيب اسمع مني اول حاجة انت هتعملها ان انت هتعمل لوحتك ماشي اللي هيخش على التغذية بتاعتك الرئيسية وهتجيب مفتاح ماشي هتكون حسبة الاحمال بتاعتك كلها واحنا عارفين طبعا احنا هنحسب احمالنا ازاي وانا عملتلكو فيديو عشان تقدر تحسب احمالك طيب احنا دلوقتي هحسب احمالي عشان اقدر احدد الامبير بتاعي كام واحدد المفتاح او القطع الرئيسي بتاعي هيكون قد ايه اللي هركبه دي اول حاجة وتاني حاجة هحدد مقطع السلك بتاعي هيكون كام امبير طيب ثلاثة كهربا واحد نيوترل يبقى انا عشان ادخل على المكان دوات كهربا هعمل ايه السلوك دي كلها معزولة هقشر منها ووصل فردة فردة وزي ما قلتلكم تلازم تتعامل مع الكهربا بزكاء قوعة تستخف بها وتعمل ايه تربط الفازة بتاعتك الاولانية وتعزلها تقشر عزل من على السلك التاني ماشي وتروح عامله وتروح رابطه ومدي عزل عليه اه تالت تالت سلك برضو هتقشر حتة كده منه ماشي وتروح رابط سلكك وتروح مديله العزل ورابع فردة نفس الكس تمام كده ده انا كده بقولك الفكرة انما ايه اللي المفروض يتعامل بقى ايه الصح اللي المفروض يتعامل الصح اللي المفروض يتعامل ان شركة الكهربا انت بتوصل وبتعمل كل حاجة وتسيب الاسلك بتاعتك لحد من الموظفين بتاع شركة الكهربا هو اللي ييجي يوصلك السلك دوت ليه بقى بتاع شركة الكهربا بتاع شركة الكهربا اه عنده قدرة طبعا انه يفصل الكهربا يعني عارف فين المحطات وعارف فين المكان اللي مغزي العمود دوت ان يقدر يفصل من عليه كهربا عشان خاطر يغزي الكهربا بتاعته على ما يوصل اسلاكه وبعد كده يرفع كهربا 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 كهربا